مشاهدين الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز الأهم الأنباء معلمي حمدين فدريا لامير شكرا لك جمانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت درنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للإنعقاد لإفتتاح دور للإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني يوم الأحد الموافقة الأول من شهر أكتوبر المقبل كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا آخر بدعوة مجلس الشيوخ للإنعقاد في الدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول يوم الثالث من أكتوبر المقبل أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها ست سنوات وخلال مؤتمر صحفي أكد المستشار حمزة أنه سيتم طلق طلبات الترشح للانتخابات من الخامس حتى الرابع عشر من أكتوبر المقبل كما تم تحديد الأول من ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج ولمدة ثلاثة أيام على أن تجرى في الداخل في العشر من الشهر ذاته وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتجرى جولة الإعادة في يناير المقبل وتنتهي الإجراءات بإعلان النتيجة النهائية في السادس عشر من الشهر ذاته نشهد أعضاء الهيئة العليا وقيادة حملة مواطن لدعم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال مسيرة التعمير والتنمية والاستقرار الذي تشهده البلاد وأكد قادة الحملة بعد اجتماع لأعضاء الهيئة العليا أهمية المشاركة في الانتخابات للحفاظ على الدولة بقواعدها الثابتة وسياساتها الخارجية والتنمية الشاملة أدنت مصر الهجوم الإرهابي الذي قامت به قوات الحوثي ضد قوات الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين والتي تتواجد ضمن قوات التحلف العربي المشتركة في عملية عصفة الحزمة وهما أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحة أثناء تأدياتهم لمهام الواجب الوطنية وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواسال مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة قرأ هذا الهجوم الإرهابي الغادر داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقيم خيارتها المختلفة بشأن مستقبل وجودها العسكري في النيجر غدا تعلن فرنسا سحب قواتها من البلاد وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة لكينيا أن واشنطن ستواصل تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافها الدبلوماسية والأمنية في النيجر وكان البنتاجون قد أعلن في الأول من سبتمبر الجاري أنه سيعيد تمركز قواته البالغة نحو ألف ومائة جندي كإجراء احترازية عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا أعلن البيت الأبيض أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدة الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع تمويل عنهم بعد تعذر إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارة لسنة المالية المقبلة وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن نضوب صندوق الطوارئ الفيدرالي تيحدث خلال بضعة أيام يتعذر معه تشغيل برامج أو برنامج المساعدة الغذائية للنساء والأطفال ويتهيأ ملايين الأمريكيين لتوقف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو إغلاق مؤسسات حكومية بعد عرقلة مساعي إقرار الميزانية ورياضيا حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الزمالك وضيفه المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدور الممتاز وسجل يوسف إبراهيم أوباما هدف أصحاب الأرض بينما أحرز أحمد علاء هدف الفريق الضيف بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في حين رفع المقاولون العرب رصيده إلى نقطة واحدة تغلب بيراميز على مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في الدور الممتاز وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إبراهيم عادل ليرفع بيراميز رصيده إلى أربع نقاط بينما بقي البنك الأهلي بنقطة واحدة انتهى موجز الثامنة ونعود لإستكمال بوقف وقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل